السلام عليكم الوصفة اليوم لا تشاهدون حريشات بالزيتون والزعتر يأتي ورائعين لا في الشكل ولا في المداق و سنستطيع ان نحتفظ بيوم حتى نمو جميل هذا الشيء الذي سترون معي في الفيديو فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير ونبدأ بسم الله اول حاجة سنحتاج 60 جرام الزبدة واحد معلقة كبيرة لسل نص كيلو سميدة رقيقة الملحات قريبا معلقة صغيرة الزعتر والزيت نص كاس الزيت اللي هو 80 جرام و خمارة دي الحلوة من وزن 7 جرام لا نقوم بها الخمارة دي الحلوة بساف انا اخذوا سميدة رقيقة نغرب لها امسين و هنا اطفت لي الكاميرا موين مرة قمت باكل ملحة الخمارة دي الحلوة والعسل والزبدة و هنا اضعت عليها الزيت بالنسبة للزيت كي مشتورة نستعمل الزيت بلدية نص كاس الزيت بلدية المهم كان بس بسو مزيان هذه السميدة بالزيت والزبدة و بالنسبة للزبدة استعملت الزبدة من اصل حيواني يعني الزبدة دي العبار من الاحسن تستعملوا الزبدة دي العبار سوف نزيدوا له الزيتر تقريبا نضرت واحد المعلقة كبيرة الزيتر و عندي هذا الزيتون بلدي بالعظم ديالو انا غادي نحاول نحيد له هذا العظم و نقطعه لطريفة ترقية وقين تقدروا تديروا هذا اللي كيكون واجد لكيكون كيتباع مقطع دوائر انا هذا عندي دي البلاد و باقي عنده العظم يجي رائع بساف هذا الزيتون مهم إذا لقيتو خودوه إلا ما لقيتوش غادي تستعملوا غير هذا اللي كيتباع دوائر متوفر بساف و غادي نزيدوا الماء بارد عندي هنا يجوش كيسان دي الماء غادي ندرهم دقة واحدة و الكستلت هنا ما غاديش نديرو غادي نشوف حتى نخلط ونشوف غادي نزيد المهم بالنسبة للماء قادير مضبوطين را غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف حتى الماء غادي نعبرو ليكم بالقرام باش هاكا حتى اللي غادي تجرب الوصفة أول مرة غادي تصدق ليها ان شاء الله كنصحكم بالميزان يكون عندكم في الدار رغم صراحة ما غالينش ستين درام سبعين درام من الأحسن يكون عندكم الميزان في الدار باش هاكا فاش تجربوا الوصفات نجح ليكم ما يمكن مشتورة ما خلطش هاديك الحرشة بزاف غير واحد شوية كنغطيوها ونخليوها ترتاح غير تقريبا شي خمسة ديال دقايق ما كاملاش خضيت هنية السميدة اللي غادي نقرس فيها زيت لها تقريبا مع القاة صغيرة ديال الزيت كنخلطوه بزيان هذا الزيت مع السميدة ما تكتروش نهائيا زيت في هاديك السميدة اللي غادي تقرسو فيها غير واحد شوي هادي نحسجو لهذا الاطار اللي غادي ناخدو به القياس تيال الحريشات اخذت بلاتو فرشتو بالبلاستيك شفتو هنية الخالطة تيال الحرشة كيف اش كي يجي ما كي يجيش قاسح بزاف وما كي يجيش شجاري انا هنية غادي نعبرهم بالميزان باش يجيوني كاملين نحطوه بحال بحال قدرت فيهم سبعين غرام في كل واحدة غادي نعبرهم كاملين نحطوه مع الجنب باش يجيوني ساهلين فاش نكون كنا نلويهم في السميدة اذا كان عندكم الميزان فاعبروهم بالميزان حتى تكوروهم كاملين عاد بدو كتلويهم لان فاش كتلويهم بحال هاكا كتلصق ليكم السميدة بزاف ليد وفاش كترجعت هززول عجين والعجينة مرة وحدى اخرى فاداك العجينة كتزيد الدخول فيها السميدة وبحالي كتقصاح يعني خاسكم بكل ما تصوبوا وحدا ان تصوبوا حريشة حالكة خاسكم تغسلوا ايديكم معها وثاني فالأفضل تكوروهم كاملين تضعوهم كما غادي ندير انا هنا غادي نكوروهم كاملين ندير فيهم سبعين غرام في كل واحدة ومن بعد من بعد نبدأ ندودهم في السميدة لأن السميدة فيها الزيت فتبقى تلصق في اليد حاولوا تحيدوا منه الفائدة السميدة حتى لما عندكم هذا الإطار تأخذوا غير الغلاقة القرعة شوكولات وتأخذوا بها هذه الدوائر بحركة يعني تأخذوا بها القياس نكملهم كاملين بنفس الطريقة كما اردتوا هذه الحبات التي حصلت عليهم كما اردتوا هنا أعطوني 14 الحبات هذا في هذا البلاتو سوف نحتفظ بها في المجمد والأخرين سوف نطيبهم سوف نطيب 6 والبقار سوف نحتفظ بها في المجمد المهم هنا سوف نأخذ لكم الحبات التي سوف نطيب سوف نسخن المقلع و ندهنها بحضة زبدة و سوف نبدأ نهزو بها الطريقة هذي تضعوا يدكم على الحبات الحرشة و تقلبوها على يدكم بها الطريقة هذي بحالة نقلبو الخبز رسالين و لا يتهرسوا موالو والبلاستيك يعاوننا الصراحة و حتى هالطريقة عملية يعني تحضروهم كاملين و عاد تبدو تطيبوا على خاطركم فهذو اللي غادي نطيب هما اللي غادي يتكالوا و اللي بقالي غادي نحتفظ به في المجمد إذا لاحظتوا هنا فاش كان قلبوهم و را كان نضغط عليهم واحد شوية باش كيتقدليهم الوجه ديالهم كي يأتيونا بحال 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 من الجهتين كتضغطو عليهم شي شوية حتى كيتحمروا بعدها ملت حتى ما تقلبوهم شو هما باقي ما طابوش حتى كيتحمروا عاد كتقلبوهم على جهة الأخرى هنا اخذت نفس الإطار و كنحاول نقدليهم الشكل ديالهم مرة أخرى بها الطريقة هذي باش كي يجيونا كاملين بحال بحال سوف نستمر بنفس الطريقة كل مرة نقلبوهم على جهة بالنسبة اللي عافية تكون متوسطة تكونش مجهدها باستاف وما تكونش عودتان قليلة سوف نحيدهم غادي ندوز باش نطيب هذو اللي غادي نحتفظ بهم في المجمد غادي نوري لكم الطريقة الصراحة عملية و جربتها و كتجي صراحة سهلة فوق ما كتبغي ومغي كتتخرجهم كتكملوا لهم الطيب هنا فاش كنحطوهم غير كي بياد وغير كي شدوا فرصهم واحد شوية كنقلبوهم لجهة الأخرى ما تخليوهم شي طيبو نهائي كما شتو هنا غير بياد وغير على ما يسهل علي انني نهزهم ونحيدهم من المقلع سوفي كنحيدوهم ونحطوهم في البلاطون ونحطوهم في البلاستيك ونضخلهم في البلاستيك ونضخلهم المجمد حتى يتجمدو انا هنا سوف نحطوهم ليلة كاملة بالنسبة له الحرشة انا وجدتهم القوتي و الحرشة اللي بقيت لي حطيتها في المجمد المهم سوف نضع لكم بشكلها سوف نجرب معكم بعد ما نخرجها من المجمد نضع لكم كيف يأتي المهم هذو اللي طايبين في النهارهم كمشتو تجير حرشة شيشة ورائعة بزاف وبالنسبة لهذا هنا في الصباح سوف نحيدهم بالمجمد يكونوا قاسهم كمشتو سوف نضعهم في البلاطون سوف نضعهم واحدة فوق واحدة وسوف نرجعهم من المجمد الوكلي سوف تصخنوا المقلة جيدة سوف تكون سخونة جدا هنا بطريف الزبدة و نضع فيها الحرشة غير نخرجها نضعها مباشرة سوف يتطيب و تحمر هذا هو الشكل أتمنى تجربوها خليتكم على خير و الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم